أمريكا أمة الفاحشة ليظهره على الدين كله شقاق كردي يضع الإقليم على خط الموت هل يمكن إحياء الصفقة النووية مع إيران؟ وتحية لصاحب الفتوى فتوى الجهاد الكفائي الإمام السيد علي السيستاني وتحية لشهدائنا الأبرار الذين بدمائهم وبدماء إخوانهم الشهداء من إيران من لبنان تمكنوا من دحر دولة داعش الإرهابية وتحية للحجد الشعبي في ذكرى تأسيسه وتحية للشعب العراقي البطل الأبي المجاهد الذي هبهبت رجل واحد تلبية لنداء الإمام السيد علي السيستاني لهذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية ولأسباب كثيرة أخرى وضعوا نصب أعينهم التركيز خلال الفترة الماضية استهداف التركيز مستهدفين الحجد الشعبي طبعا المرجعية العليا تحديدا والعلاقة مع الجمهورية الإسلامية هذا الثلاثي الذي أرعبهم والذي كان سببا رئيسا من أسباب النصر بعد الله سبحانه وتعالى بينما يحيي العراقيون ذكرى أمة الحشدي تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الديمقراطيين حزب الديمقراطي وتعلن أمة الفاحشة طبعا يلطفون المصطلح وهنا علينا أن ننتبه كثيرا لموضوع المصطلح هذه الأمور مترابطة أحبائي لكنني بالرغم من جرس الإنذار الذي يطلق في مثل هذه الحالة أجد نفسي متفائلا وأقول أن هذا هو بداية انهيار الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تتعاطى هذا المفهوم وخضعت له فيما يسمى بين قوسين بمجتمع الميم وهنا الخطورة الخطورة أن لا يجري التعامل مع حالة الشذوذ هذه وهذه الفحشاء التي يراد تسويقها بهذه الطريقة الناعمة السليسة وأطلاق عبارات تلطف من وقع هذه الفاحشة التي ذكرها القرآن الكريم وتعرفون النتائج بعضهم يتحدث عن النوع الاجتماعي وبعضهم يتحدث عن ما يسمى بمجتمع الميم لأن هنا أربع انحرافات تبدأ بالميم وبعضهم يتحدث أيضا عن المثلية والتحول وغير ذلك لاحظنا في الفترة الماضية هناك تركيز كبير من الدول الأوروبية وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية على تسويق أمة الفاحشة هنا في بريطانيا تدرون هذا الأسبوع والأسبوع القادم هناك احتفال كبير غير اعتيادي في المدارس والابتدائية بشكل خاص ويفرضون على التلاميذ الحضور ويزودونهم بلباس موحد هو لباس الألوان أمة الألوان مجتمع الألوان هكذا أيضا يتحدثون للتخفيف وطبعا هنا في بريطانيا هناك اعتراض من العوائل المسلمة من العوائل المحافظة المسيحية لكن هناك إصرار على التسويق بل حتى من اليهودية اليهود هنا لكن هناك تجد حتى في الماركات في المؤسسات الاقتصادية مؤسسات إعلامية مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية كل ما يتعلق بالفردي وبالمجتمع وبالأسرة يجري تسويق يعني تخيلوا حتى في خطوط المسير يعني المشات خطوط المشات في الشوارع نوحات ضوئية الأعلام البريطانية بدأوا يخفضونها ينزلونها في الأسواق العامة وفي المحلات العامة ويرفعون هذا العلم المشوه علم الشواذ بس أنا شغول ومو بس أنا لاحظت كثير من المسلمين بخصوصا عندما طبعا يقاومون هذا الموضوع وبعضهم يتعرض للأذى أقول لكم بكل صراحة يعني هنا هنا ضغوط كثيرة وأنا شخصيا أيضا أتعرض لهذه الضغوط وكلنا هنا كل من يواجه هذا المجتمع المنحرف يتعرض إلى ضغوط وأذكر لكم مثالا المركز الإسلامي الإيراني مركز الإسلامي في إيران تم إغلاقه وتعيين مديرة مسيحية لحصل وعلى مديرة مع الكيان الصيوني بصفة مديرة مؤقتة عينت مسؤولة على المركز الإسلامي الإيراني مركز إسلامي فيه ممثل عن آية الله العظمى السيد الإمام علي خامنئي يا بليش لأن هذا المركز الإسلامي أقام ندوة للتعريف بمخاطر هذه بين قوسين يعني اللي يسموها المثلية وأمة الفاحشة ومحاولة لتوعية المجتمع المسلم هنا والمجتمعات الدينية التي تؤمن بالتدين على الأقل هنا بأن هذا الأمر يتعارض مع الفطرة ويتعارض مع حتى حرية الفرد الحرية الفردية هذه الليبرالية القائمة على الحرية الفردية هذا الموضوع يتعارض معها جاءوا وفرضوا مديرة مديرة مسيحية على مركز إسلامي على مركز إسلامي وناهيك عن علاقاتها الأخرى فبشكل عام يعني أقول أنا من باب أنه يعني خلال الفترة الماضية اكتشفنا أن الدين الإسلامي بالقياس للديانات الأخرى الشرائع الأخرى التي يعتبرها هؤلاء بأنها تتعارض وتعرقل انتشار هذا الفساد وهذه الفحشاء في المجتمعات الدين الإسلامي الآن ينتشر عدد المسلمين يخف يعفيت في زيادة في زيادة كثيرة وكثيرة جدا الآن يعني الفارق البسيط وأنا سأضع أحصائيات عن كيف ينمو الدين الإسلامي في أوروبا في المجتمعات الأوروبية وأصبح هو الآن الدين الثاني بعد المسيحية والفارق بسيط بسيط جدا مو كثير مع انتشار هذا المجتمع مجتمع الفاحشة وإذا نجح المسلمون أيضا بمقاومة هذا الشذوذ ورفضه وطبعا مع أن المسلمون يتزوئ المسلمون يتزوجون وفق السنن الإلهية المعروفة السنة الإلهية أمرأة ورجل والكثير منهم أيضا يعني يحبوا الإنجاب أكثر فحقيقة أقول لكم وهذه بشرى هذا هو تطبيق عملي لقوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كريه المشركون بس ليش البابا فرنسيس الثاني ليش بابا الفاتي كان ليش يتورط في مثل هذا الموضوع وهو نفسه الذي كان يعترض على هذا الفساد وعلى هذا الشذوذ سابقا كان يتحدث البابا فرنسيس ضد نظرية النوع الاجتماعي في مقابلة أجريت معه في مارس الماضي مرددا تعليقاته السابقة التي أعرب فيها عن رفضه لأيديولوجية المتحولين أيضا جنسيا قال فرنسيس في المحادثة أنا أقول لكم هذه المحادثة نشرت في آذار قال الأيديولوجية الجنسية هذه الجنجرية التي تتعلق بالجنس جنس الإنسان اليوم هي واحدة من أخطر أنواع الاستعمار الأيديولوجي لكننا الآن نجد أن هذا البابا يخضع لهذه الإرادة الأمريكية ويرتدي مع كل الأسف هذه الألوان وهذه نظرية اللون الاجتماعي مع الأسف شفتها في بعض الوزارات في العراق أيضا استخدمت فحذاري من مثل استخدام هذه المصطلحات وحذاري من جهات غربية تريد تسويق هذا الانحراف في العراق وفي دولنا الإسلامية بذراء عشتا ولعلكم تعرفون جيدا المهمة الرئيسة التي أنيطت بما يسمى بمنظمات المجتمع المدني وخصوصا في هذا الموضوع احذروا فإن حصوننا مهددة هناك من الداخل وهنا في أوروبا الإسلام في انتشار ليظهره على الدين كله ابقوا معنا شقاق كردي يضع الإقليم على خط الموت ربما يتسائل البعض يعني قانون الموازنة قد أقير خلاص يعني لماذا النقاش حوله لا الآن لاحظنا في الفترة الماضية بشكل خاص بعد إقرار قانون الموازنة لاحظنا أن هناك تركيزا من وسائل الإعلام محددة معروفة بعينها قال التركيز يسلط الضوء فقط على ما يسمونه بوجود صراع كردي شيعي قبل كانوا يتحدثون عن صراع الشيعي شيعي تعرفون جيدا في هذا الموضوع وأرادوا أن يتحول هذا الصراع الشيعي الشيعي أو الخلاف الشيعي الشيعي إلى صراع دموي الآن أيضا يريدون أنه يريدون بأي شكل من الأشكال إفشال نظرية أو فكرة الائتلاف الثلاثي هذا الائتلاف إدارة الدولة في قضية ما يسمونه بصراع شيعي كردي حول قانون الموازنة مع أننا لاحظنا وطبعا لاحظنا تصريحات كثيرة صدرت من هنا وهناك فيما يتعلق بخط الموت يعني كردستان أو الأقليم ليست خطا أحمر بل هي خط الموت الأستاذ السيد مسعود البارزاني قال ذلك ولاحظنا أيضا رئيس وزراء الأقليم السيد مسرور البارزاني يتحدث عن مؤامرة فيما يتعلق بالأقليم لكن من تجي تفتش في خلفيات القضية وتفتش بتدخلات السفيرة الأمريكية وأنا أحيي لكم إلى آخر لقاء لها نشر هو مول آخير بس واحدة من المقابلات المهمية ما شاء الله شغال المهمية عندها تصريحات وعندها لقاءات وعندها حديث كثيرة عندها لقاء مع وكالة أنباء شفق نيوز باللغة الإنكليزية ومقابلة طويلة ولافتة ومهمة جدا تحدثت علنا يعني هي تقول أنا أتدخل لحل قضية الخلاف بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في قضية الانتخابات البرلمانية هناك وأيضا حول الموازنة ولاحظنا يعني أنه يعني بعد تصريحاتها تم تمرير قالون الموازنة ولاحظنا أيضا أن الاتحاد الوطني الكردستاني مثلا أيضا اعتبروا أن إقرار الموازنة كان انتصارا كبيرا له وتم الترحيب وتبادل التهاني والتبريكات في موضوع تمرير قانون الموازنة خاصة ما يتعلق الأمر بالمادتين 13 و14 زين وهي هاي المشكلة الأساسية يعني اللجنة المالية لا نريد أن نكون مدافعين عن فئة معانا هنا نحلل خارج الحدود نقول ما لا ربما يستطيع الكثيرون قوله فيما يتعلق بالصراحة نضع النقاط على الحروف اللجنة المالية بغض النظر عن انتماءات بعض أعضائها سواء للإطار أو لغير الإطار اللجنة المالية قدمت رؤيتها وبإمكان الأخوة في الحزب الديموقراطي الكورتستاني أن لا يصوتوا بإمكانهم أن يفعلوا ذلك لكن تعرفون أحبائي عندما يجري الحديث في وسائل الإعلام عن خرق دستوري مثلا وهي كل العملية السياسية قائمة على التوازنات على التوافقات صح ولا لا وإلا إذا نيجي للدستور خوف الأغلبية تشكل الحكومة والأغلبية الشيعية الشيعة يقدمون أو يؤثرون على أنفسهم فيقبلوا بالمشاركة حتى يستقر الوضع معادلة هكذا نشت حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا لحد الآن لا يمكن أن يجري شيء في العراق بدون توافق توافق أن تقبلني وأقبلك يقبل أحدنا الآخر وهناك أقول تفاهمات في المنطقة تجري يجب أن يتجري العملية السياسية في العراق أو أن تتوافق العملية السياسية في العراق مع هذه التطورات الكبيرة الدراماتيكية المثيرة التي تجري في المنطقة وفي العالم صحيح العراق الآن ليس لا يمكننا أن نقول أن للعراق موقف واحد من مثل كل هذه التغيرات لماذا؟ لأن العملية السياسية فيها شركة بس يجب على هؤلاء الشركة أن يقدم التنازلات لأنفسهم ولبعضهم البعض حتى يخرجوا برؤية واحدة وتجعل وتضع العراق في الخارطة ويكون له موقع أساسي حول هذه المائدة العالمية والإقليمية لماذا شفتوا المملكة العربية السعودية شريك ما نقول حليف ما نقول شريك شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية مع دول أخرى كثيرة لها علاقات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ذخبت في الصين انضمت إلى طريق واحد وحزام واحد أو حزام والحزام والطريق مو معنى بدون موافقة الولايات المتحدة لا وندكركم برة أخرى بأن هذا التقارب الإيراني السعودي تم بموافقة ومباركة أمريكية وهذا نزيد من الشعر بيتا الذكرون قلنا لكم بربار أليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى اللي صرحت يوم تسعة مارس أذار قبل عشر مارس إعلان اتفاق بكين بين إيران والسعودية بأنه قالت احنا راضين وقابلين والدبلوماسية ليست فقط مع الأصدقاء ونحن نشجعهم على الحوار مع إيران بربار أليف يوم 14 حزيران مايو أمام الكونغرس الأمريكي هي تعلن هي هي قريبا سيتم مستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والبحرين والبحرين شلو أنت متحدثة بإسم البحرين أو متحدثة بإسم إيران هذا يعني أن الولايات المتحدة خضعت انكفأت للأمر الواقع على المفردات السياسية المحلية في العراق أيضا أن لا تفكر بطريقة الصخب السياسي والخربشات السياسية والعنف السياسي والعنف الدموي هذا كله راح على الأقل في الفترة الحالية وعلى الأقل حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 وشوفو ذكرنا في المحور الأول أفصل هناك الكثير مما يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية نحو الانهيار الديون الوضع الاقتصادي هذا مجتمع الشواذ هذا الذي ينتشر وينخر فيهم من الداخل إحصائيات رسمية في الولايات المتحدة تؤكد أن المتدينين أو من يؤمنون بالأديان يرفضون هذا الأمر هذا يعني يكون شقاق رح يصير مجتمع في الولايات المتحدة ينقسم حتى هؤلاء المشاكل تخليهم أيضا ينكفئون في مسألة صراعهم مع الولايات مع روسيا مع الصين وحتى مع الجمهورية الإسلامية وشفتوا أنتم الرئيس الإيراني ذغب والتقى بثلاث دول في البحر الكاريبي في أمريكا اللاتينية نيكاراغوة كوبا فنزاولا الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية ما يقدرون يسألون شي الأمريكاء يسألون الصحفيين يسألون المتحدثين الرسميين ويحرجون شنو موقفكم ما يقدرون يشحشون ليش مو بس هاي ما يقدرون يشحشون لا خضعوا لأن الرئيس الفنزاولي قبل أن يذهب الرئيس الإيراني إلى فنزاولا وقبل السويعات من مجيء أنتوني بلينكين إلى السعودية زار السعودية يعني هذا العالم يتغير المنطقة تتغير المفروض بالقوة السياسية وتحديدا الأخوة في كردستان العراق تحديدا الأخوة في وكرر في كردستان العراق وبالخصوص الحزب الديموقراطي الكردستاني أن يتحاشوا مع الأمر الواقع وهذا اللي جرى في قانون الموازنة هو لصالحهم قبل كل شيء لأن مراكز الأبحاث ومعاغد التفكير في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشكل العصب الرئيس للدولة العبيقة في أمريكا هي الآن تهاجم فكرة وجود إقليم في كردستان يمكنه أن يستقل لا لا يرفضونها ورحوا شوفوا كتابات مايكل روبين المحافظ وغيره وشوفت حتى في الفترة الأخيرة بعض الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني تحدثوا علنا عن رغبتهم في أن تنفصل السليماني ليش ليش كل هذا يجري لماذا لماذا الحديث عن خط الموت لماذا نتحدث عن خط الحياة ونتعايش وفق معادلة قبول الآخر والمشاركة التعايش وفق معادلة قبول الآخر والمشاركة قبل أن نصبح بالفعل على خط الموت ابقوا معنا هل يمكن إحياء الصفقة الإيرانية النووية هذا السؤال مطروح على الساحة وعلى الطاولة هذه الأيام بقوة خصوصا بعد تصريحات اللافتة للسيد القائد الإمام آية الله العظمى السيد علي حامنئي عندما أعرب عن عدم معارضة أو تأييده باتفاق يمكن أن يبرم نووي جديد بحيث يجري وفق هذا الاتفاق الحفاظ على حقوق إيران النووية خاصة هذا قانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي فيما يتعلق بكلما تنسحب الدول الأوروبية بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي كلما تعرقل أو كلما لا تلتزم الدول الأوروبية الثلاث تحديدا الترويكي الأوروبية بريطانيا فرنسا ألمانيا بمفاد الاتفاق يحق لإيران أيضا أن تتخلى عن التزاماتها القائد آية اللاغ العظمى السيد علي خامنئ قال لا حرج في صفقة لحل أزمة البرنامج النوو الإيراني وهذه التعليقات جاءت كما تعلمون بعد زيارة لافتة قام بها سلطان عمان إلى طهران ومعروف أن سلطنة عمان تقوم بدور كبير في نقل رسائل بين الإيرانيين والأمريكيين وهذا الأمر أيضا أقره وذكره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السيد ناصر كان عاني قال الأمر ليس جديدا يعني أحنا نتبادل هذه الرسائل وهذه يعني دولة مثل الجمهورية الإسلامية تعرف جيدا أنه في العمل السياسي في المجتمع في المنطقة تحديدا لها دور كبير خب لا يمكن أن تتخلى عن دورها وهي أيضا وازنة في العالم تجري حوارات حتى مع أعدائها طبعا اللهم إلا الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني هو الخط الأحمر وهذا خط مرسوب والآن هم يرجعون الآن لاحظتم أنتم في الفترة الأخيرة الكل يعود إلى مبادرة هرمز للسلام التي كان الرئيس الإيراني السابق الشيخ حسن روحاني أطلقها هذه المبادرة مبادرة هرمز للسلام أخيرا تحدث قائد الجيش الإيراني عن مناورات مشتركة تحدث بسؤولون إيرانيون عسكريون آخرون عن إمكانية إيجاد ما أقول تحالف السوم يقولون تحالف بس هذا التحالف يراد لمقدمات كثيرة على الأقل تعاون بين دول المنطقة مثل دول مجلس التعاون الخليجي إيران وباكستان أيضا والصين وتشارك روسيا في عمليات عسكرية مهمة جدا لحفظ الأمن في هذه المنطقة يعني أمريكا ما عادت تلك القوة العسكرية المهيمة في المنطقة بل اكتشفوا تعالوا شوفوا أحبائي شوفوا تصريحات المسؤولين السعوديين وتصريحات الذين يتحدثون باسم السعودية تعرفون السعودية دولة لا يمكن أن يطلع واحد محلل سياسي من داخل المملكة العربية السعودية يتحدث وينقل وجهة نظر وتبدو بأنها ضد الولايات المتحدة الأمريكية أصلا يقول الولايات المتحدة الأمريكية تريدنا أن نعيش دائما في توتر تريد أن تدير الصراع لا تريد أن تحل الصراعات في المنطقة لا هي تخلق الأزمة وتريد هي تديرها وتخلينا نحن محتاجيها ونحارب إيران وإيران تحاربنا وكما يجري في أزمات المنطقة هذا لا يمكن أن يطلق من داخل المملكة العربية السعودية وأنا راصدها بكل صراحة إلا بموافقة من القيادة السعودية بغض النظر رسلنا عن موقفنا نحن نقول نحن وأنتم والكل يريدوا التهدئة والآن هم عادوا إلى هذه المربع الأول الذي كانت تتحدث عنه إيران إيران ما تقول تقول يا عالم المنطقة لا تهدئ إلا بخروج القوات الأمريكية هذا هذا مبدأ رئيسي صحيح الآن الولايات المتحدة الأمريكية تكرر بين الفينة والأخرى بأنها باقية إلى أجن غير مسمى وشفتوا تصريحات ألينا رومانوفيسكي لكن الكلام يعني ما يقول لك يعني هذا كلام ربما هو ربما يعكس وجهة نظر رئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا وأن السفيرة معطيها منزلة كبيرة في الإدارة الأمريكية بسمعها كل ذلك يجب أيضا أن تميزوا أحبائي بين دور السفيرة في الموضوعات الاقتصادية وفي موضوعات السياسية ودور ودور معاهد التفكير الأساسية التي تشكل الدولة العميقة وعلى رأسها معحد واشنطن الذي أسسته وتديره الأيباك يعني اللجنة العامة لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية أقول رغم كل ذلك هم الآن يتحدثون يعني رغم أنه يقولون نحن باقين بس يقولون نحن لا نريد التصعيد مع إيران عسكرين ولا مع الدول مثل الروسيا والصين في المنطقة هم مبتلين بلوتهم الكبرى في أوكراني يعرفون يخرجون من هذا المأزاق وعدهم مسألة اقتصادية كبيرة جدا مع الصين وتحترف الولايات المتحدة الأمريكية بأن الصين هي الآن تقريبا تتجه نحو تشكيل قطبية اقتصادية قد قد تجعل الدولار الأمريكي في مهب الريح يعني هذا العالم الأحادي القطبي هذا الدولار الأمريكي هذا البتردولار هذا في طريقه إلى الانهيار لهذا هم يخففون من صراعهم في المنطقة مع إيران يتوددون إلى إيران بل يريدون إبرام صفقة نووية لا يوجد هناك ضغوط من اللوب الصهيوني واللوب الصهيوني تعرفون أحبائي مع أنه مع أنه يستفيد من إبرام اتفاق نووي مع إيران أو العودة إلى الاتفاق النووي ليش يستفيد من باب أن الاتفاق النووي يحول دون أن تصبح إيران دولة نووية عسكرية يعني يحول دون حيازة السلاح النووي وهذا يعني دولة غير مشروعة مثل إسرائيل عايشة على الرعب هذا بصالحة مع كل ذلك هي لا تريد هي لا تقبل فيريد الأمريكي يرضيها شون يرضيها الآن بفكرة تطبيع العلاقات الإسرائيلية الصهيونية السعودية ولاحظتم لعلكم تركيز من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وهو أيضا طبعا يهودي صهيوني 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 وقلت لكم سابقين يعني يؤمن بدولة صهيونية أيضا وهذا الآن يتحرك على هذا الموضوع والسعودين هم يقولون احنا ما عندنا مانع في موضوع التطبيع بسهنا الريد حل الدولتين هذا يعني خدعون بالفلسطينيين وأيضا الريد مفاعل نووي أو برنامج نووي سلمي ما يقبلون الإسرائيليين بس حتى هذه المطالبة ببرنامج النووي سلمي من قبل السعودية وقبلها طالبة الإمارات هذا جاء بتشجيع مباشر من الجمهورية الإسلامية يعني شافوا الجمهورية الإسلامية وصمودها أمام كل هذه الضغوط وهي مصر على أن تحصل على التكنولوجيا مو بس الطاقة النووية التكنولوجيا النووية والسعودين بالمناسبة ما قالوا يريد سلاح نووي قالوا يريد بالرامج نووي سلمي وظباب في فلسطين المحتلة أقول مع كل ذلك يعني نعم الجواب على هل يمكن إحياء صفقة إيران نعم يمكن إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد ذلك بالفعل ولا تخضع للضغوط الصهيونية وتشعر بأنه بالفعل يعني خلال الفترة المقبلة هذا صالح يعني عندك انتخابات رئاسية في العام الفين واربع وعشرين وباما أوباما الذي أبرم هذا الاتفاق هو من نفس هذا الحزب الذي يريد التمسك بالرئاسة مرة ثانية يعني في الانتخابات المقبلة فمن صالحه هي العودة إلى الاتفاق النووي وإيران التي انفتحت على دول في المنطقة أو استجابت لانفتاح دول في المنطقة مثل السعودية مثل الإمارات والبحرين وغيرها من دول لها علاقات مع الكيان الصيوني يعني وقعت اتفاقات إبراهام أو إبراهيم عليه السلام إيران أصرت على ترتيب لقاء مثير خلال الأيام القليلة الماضية بين قادة حركة الجهاد الإسلامي والإمام السيد علي خامنعي للتأكيد مجددا على استمرار دعم إيران للقضية الفلسطينية حتى ولو عاد الأمريكان للصفقة النوية بدون شروط تتعلق بفلسطين لأن فلسطين هي الخط الأحمر موسيقى موسيقى